في الواقع دعني أبدأ من التطور الأحداث قبل قليل قبل حوالي ربع ساعة من الآن اشتعلت إذا ما صح التعبير المنطقة المواجهة لنا المدفعية الإسرائيلية قامت بقصف هذه المنطقة المواجهة لنا بعدد كبير من القدائف الصاروخية وأيضا بالقنابل الفوسفورية المواجهة للمكان حيث نحن نقف الآن وقبل دقائق من الآن شهدنا صاروخ جراد يتجه إلى المناطق المحتلة وتم مشاهدته بالعين المجردة يمكن القول بأن هذه الدقائق الماضية هي الأعنف التي شهدت هذه المنطقة حتى طيلة هذا اليوم لكن لابد من الإشارة أيضا إلى أن ساعات ما بعد الظهر شهدت أيضا تطورات في هذه المنطقة وأيضا إطلاق للقذائف المدفعية الإسرائيلية إلى المناطق والقرى المحيطة في القطاع الأوسط والتي طالت أيضا ليس فقط المناطق الحدودية إنما دخلت إلى بعض القرى اللبنانية وهو تطور جديد اليوم على هذه المنطقة حيث تقدمت المدفعية الإسرائيلية إلى داخل القرى اللبنانية من بينها بلدة رامية أطراف بلدة عيد الشعب أيضا تجدد القصف فيها اليوم وقبل قليل أيضا هذه الجولة هذا ما صح التعبير يمكن القول بأنها بدأت من الجانب الإسرائيلي ربما هناك كان شباه بأي عملية أو تسلل من قبل حزب الله في هذه المنطقة لذلك سمعنا أصوات قذائف كبيرة وكثيرة في هذه المنطقة قبل دقائق لكن في هذه الأثناء هناك هدوء يخيم على المنطقة ما بعد تلك القذائف التي تم إطلاقها من الجانب الإسرائيلي وبتحديد من التلال المواجهة لنا أحدى تلك المواقع والتي تعرف بموقع الراهب هي أيضا من تلك المواقع التي تم قصف المناطق الحدودية اللبنانية التي نحن نتواجد في محيطها أشير إلى أننا هنا في منطقة أرميش يحيط بهذه القرية عدد من القرى التي تعرضت للقصف في هذا اليوم منها عيد الشعب وأيضا بلدة رامية في هذه الأثناء نسمع أيضا أصوات القذائف لكنها نسبيا بعيدة يبدو أنها تقع خلف تلك التلال المواجهة لنا نسمع بوضوح تلك القذائف التي ما زالت مستمرة حتى هذه الساعة من قبل المدفعية الإسرائيلية على هذه المنطقة أيضا أشير بأن هناك عند الجهة المقابلة لنا أيضا هناك موقع يسمى موقع هرمون أيضا تم استهدافه اليوم قبل حزب الله وعلى إثره أيضا قامت المدفعية الإسرائيلية بقصف البلدات ومحيط القرى الحدودية الموجودة هنا في القطاع الأوسط هذا التطور الذي حصل اليوم في هذا القطاع لكن أيضا حصلت أيضا تطورات أخرى وكبيرة في المنطقة حيث تتواجد زميلة كلودي في القطاع الشرقي حيث كان هناك أيضا عمليات وقصف أيضا لمواقع إسرائيلية ورد إسرائيلي على القرى المحيطة لكن حيث نحن نقف هنا في هذه المنطقة أي القطاع الأوسط يمكن القول بأن هذه التطورات التي حصلت اليوم هو تطور أيضا يتصاعد يوما بعد يوم هذه الرد والرد المقابل من قبل الإسرائيليين وأيضا العمليات التي يقوم بها حزب الله وكان أعلن بعدد من البيانات التي أصدرها عن مسؤوليته بالقيام بمهاجمة عدة مواقع للجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة موسيقى اشتركوا في القناة